السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كامير معاكم لو ان شاء الله موضوعنا سيكون عن الماكرو ونحن نتكلم ان شاء الله عن زيادة المجال الماكرو في عدسة الماكرو اللي موجودة عندك ويمكنية تحويل عدسة عادية الى عدسة ماكرو الان في هذا المثال حنستخدم عدسة اللي هي عدسة لوة 85 عدسة ماكرو بقدر التكبير اللي هي تتجاوز التكبير العادي اللي هو واحد الى واحد ودر التكبير الموجودة فيها هي اثنين الى واحد وتكلمت عنها قبل كده في القناة وميزتها انها عدسة مانوال بشكل كامل يعني ممكن التحكم في الفوكس والتحكم في كمان اللي هو يسمو الفتحة العدسة كل من نفس جسم العدسة بدون الحاجة الى انها تكون موصلة بالكاميرا وهذه الميزة الرئيسية الان ما الذي يجعل عدسة ماكرو عدسة ماكرو وهي القدرة على التكبير او الفوكس الى درجة قريبة جدا من العدسة بمعنى يعني زي مثلا زي يدي الان ممكن انه العدسة تقوم بالتكبير تقريب الى درجة تقريبا قريبة جدا سنتيمتر فقط عن سطح العدسة وهذا بيجعلها قادرة على حصول على اكبر قدر من التفاصيل والتكبير بعكش مثلا لو عدسة عادية زي عدسة خمسين او خمسة وثلاثين فالمسافة لازم تكون على اقل تقدير من ثلاثين الى عشرين ثلاثين لخمسين سنتيمتر وهذا يجعل يعني التفاصيل كثيرة دقيقة لا تظهر ولا تتمكن منها العدسة فهذه هي يعني فكرة الرئيسية من هذا الموضوع الان لتحويل اي عدسة الى عدسة ماكرو لابد من او زيادة الفوكس للعدسة لابد من وجود مسافة ما بين العدسة وما بين الكاميرا وهذه المسافة يمكن نعملها باستخدام حلقات معدنية فارغة لو يوجد فيها اي شيء مجرد ان نضيف مساحة ويمكن استخدام تقنية المنفاخ كمان هذا سنتكلم عنه اليوم فالان قمت انا بالتصوير لهذا القرنة القماش هذه الموجودة تمام ثلاث صور هنشوفها مع بعض اول صورة استخدام درجة تكبير القصوى الموجودة هنا وهي اثنين من واحد او اثنين الى واحد وعلى F11 مع استخدام اضاءة قوية ومستمرة اخذ بتصوير نسيج هذا القماش باقصى درجة تكبير بهذا الوضع وهي موصلة بالكامل على العدسة الآن الصورة اللي بعدها هتكون عن وصل العدسة تمام بالمنفاخ وتوصيل المنفاخ من ناحية الاخرى بالكاميرا نفسها كاميرا وما بين العدسة وهذه المسافة الموجودة الآن وهذا زاد من درجة التكبير ودرجة الإمكانية للفوكس فهتشوف كيف هم مصورت برضو هذا القماش بهذه المسافة كيف كانت الصورة الصورة الأخيرة طبعا هذا المنفاق يمكنك من أنك تصور بشكل رأسي أو بشكل أفقي الصورة الأخيرة استخدمت فيها درجة التكبير القصوى أني استخدمت أقصى مسافة يذهب إليها المنفاق وقمت بالتصوير الآن مرور الضوء من بداية العدسة في العدسة نفسها خلال هذا النفق إلى الوصول للعدسة يستهلك كهرباء عفوا يستهلك إضاءة كبيرة جدا فتحتاج مصدر إضاءة قوي لأن الصورة ستكون غامقة لأنه كثير من الإضاءة تشتت طبعا المنفاق فكرة الرئيسية أو شيء الأساسي الذي تحافظ عليه أنه لا يكون فيه أي ثقوب أو إمكانية لتهريب إضاءة إلى الداخل أنه هذا سيعمل لك مشكلة في التصوير فإذا أنتم شايفين ممكن تضيب حلقات إضافية هنا إذا حبيت تحصل على درجة تكبير أكثر وأكثر لكن أعتقد أنه بهذا الشكل بيكون شيء مناسب وهذا المنفاق سعره 50 دولار يعتبر رخيص وجودته طبعا رخيصة برضه ولكن يمكن استخدام التصوير مثل أنتم شايفين باليد إذا حبيت تحصل على درجة تكبير اللي حابب أنك تصور عليها أو أنك توجه على ترايبود وهو الأفضل طائما دائما في تصوير الماكرو يكون على الترايبود وهذا ممكن يكون مدخل جميل اللي حابب أنه يجرب الماكرو بدون ما تطلع يصرف مبالغ كبيرة على أدوات الماكرو لأنها توصل إلى أسعار كبيرة إذا حبيت وإذا حبيت كما تحصل على تكبير أكثر من كده أو إذا حبيت تحصل على كمان الفائدة القصوى فهتحتاج تعرف تقنيات زي الفوتو ستاكينج بيكون عندك كمان مجرى لموضوع الفوكس فتدخل في موضوع كثير يتعتمد على مهارات عديدة وعلى أجهزة مناسبة فهذا كان موضوعنا إن شاء الله أكون أعجبكم حتكون الصور موجودة في الأخير هنا عبارة عن هذه الثلاثة الصور اللي أتكلمنا عنها أول واحدة عادية بالعدسة موصلة بالكاميرا وتاني واحدة حتكون بدون ما فردت المنفاق إلى هذا العادي مجرد إن وجوده بشكل تلقائي وأصور الأخيرة بعد ما تم سحبه والمفروض أنه يتم دائما الفرد من عند المجرد من عند نفس السويتش الخاص فيه على ساس أن يظل النظام متماسك فهذا كان موضوعنا اليوم إن شاء الله أعجبكم ورحب أي أسئلة وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر